مأساة يوم الطف كانت بربكاً للدين في صمامه يعيش الحوثيون فترة استراحة محارب كيف لا؟ وقد تكفل حلفاء الأمس أعداء اليوم بحروبهم وكفوهم شر مواجهة المقاومة والجيش الوطني يؤسس الحوثيون في مناطق سيطرتهم لأكبر عملية حشد وتطييف مجتمعي ظهر ذلك جلياً من خلال تنظيم فعالية احتفالهم بيوم عاشوراء عاشوراء يوم تقدسه الجماعة الشيعية وهو من المناسبات التي أسست لها ميليشيا الحوثي في أوساط اليمنيين وفتحت قاعاتها ومواقعها للحسينيات على خطى إيران أمسيات حسينية بكائية نظمت في أحياء صنعاء ومناطق أخرى من العاصمة وبقية المدن بنفقات مالية مهولة من يرفض هذه الحسينيات أو من يرفض أداء القسم في نهاية الفعاليات يعتبره الحوثيون من أعداء الله تسيطر ميليشيا الحوثي على معظم المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية وتعمل على تأسيس دولة شيعية على الحدود السعودية فيما تفشل السعودية بتأمين حدودها منذ عام ونصف لجأت السعودية لتجنيد شباب يمنيين للدفاع عن حدودها لكن تحشيد الحوثي لألاف اليمنيين تحت لافتة طائفية مكرهين أو مرغبين سيجعل خط الحدود السعودي خطا مفتوحا للنار فعلى العكس من الإمارات التي ترسم مصالحها وهي تدرك أنها ستظل بمنأة عن أي خطر يمني تتلقى السعودية ضربات مباشرة ويزداد مستوى التهديد فبعد خمس سنوات من الحرب أصبح الحوثي أكثر فعليا وبت يفرض قواعد الحرب ويشن هجماته بطائرته المسيرة والصواريخ الباليستية المطورة على المطارات والمنشآت النفطية في العمق السعودي عسكريا انتهى دور التحالف العربي الذي تأسس لدعم الشرعية والسعية في المناطق المحررة وانتزاعها من قبضة الشرعية وتكفلت الإمارات بدعم ميليشيات أخرى سيطرت على العاصمة المؤقتة وعزلت الشرعية عن أرضها خمس سنوات تبدو مؤشرات مستقبل الحرب واضحة في اتجاه البلد نحو التشضي خصوصا أن شرعية هذه القابعة خارج البلاد محاطة بتعقيدات كبيرة أبرزها غموض موقف الرئيس هادي نفسه من القضايا المصيرية تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان هادي يرزح تحت الإقامة الجبرية أو أنه أسلم البلد لفك الشيطان وجند قواته لحماية كرسيه من المخطر